أحلى أغنية شوفي أنا ما بسمع كثير أغاني ليش ما بسمع كثير مش هيدا اللي أنا ما بسمع كثير أغاني حتى ما تتأثر ما بسمع أغاني ما أتأثر لأنه بس أتأثر وحب غنية بيجي لأشتغل بطلع أختها أو بنت عمها بصير طلع بنأثر فيها بصير تطلع الغنية هلأ من كذا سنة حبيت غنية أحبك تبع حسين الجسمي أنا كلمة إلى آخرين علاقت فيها وقررت وقتها أنه لأن دلت على ثلاثة أربعة شهر مستحيل بمدارها الأغنية بالضبط فيها غنية سمعتها بالغلط على السوشال ميديا أول يوم نزلت فيها عليك يا عيون لأحمد سعدي أنا أتماعي كثير بناتي بيسمعون لا أنا عرفت الغنية كيف فاتت تتسللت للوع ما معقول خلاص ركبت علي ركبت ركبت أولاً فترة طبعاً لا أعرف مين الشعر والملحن والموزة أجهر لكل تحية لكن غنية حلوة لكن غنية ليس طبيعية صرت لشهرين وقع بالفخ طبعاً أجيب المجمع الكبير تطلع مننا هذا ليس موجود إلا بمطار روما هي يقلولي من الرجي ألحانو لأحمد سعد ألحانو لكن خلينا الليلة نشوف كيف معلقة معك الغنية نشوفه نسمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا بتخون ولا بتخون وفيها من الأمان مخزون وفيها من الجمال أسرار أديش الرجل بيفتش على الأمان الأمان اللي بيفتقده بولدته مثلاً بالمرأة اللي بحبه أكيد أي علاقة بدأ أمانها من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل الأمان هو أساس كل شيء لأنك أنت راح تسلمي ظهرك وجسمك وحياتك واللاوعي وحياتك المستقبلية وبكرة ووقتك اللي هو هتعيشي مرة بهالدينة لشخص ومع شخص فالأمان والتأمين بهذا الموضوع أهم شيء ضروري مزبوط مية بالمية طبعاً ترجمة نانسي قنقر